مجرم مجرم حسب الله منعم الوكيل يعني ركزوا على الفيديو خوان الافاضل شوفوا الناس شلو المساكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجل تكبراتنا نجاح ميديا تكتاتي واتحنا من الله كل مرحباتكم سبحانه وتعالى رحمة زناتنا ويبقى عابلنا ان شاء الله زال جاء الله عليكم في القرآن في القرآن سوف أكون لدينا أن أخبرنا من الصلاة والإعادة تأتي قريبا لإعادة فديو وإن أرى أن أصبحتنا أن أرى أن أرى هذا الفيديو يمكن أن تكون هناك مزيدة لا يشعر بالناسيطة وكذلك في التجارة نفسها يمكن أن تكون تدور سحيانا بلديك جديدة لديك الجميع هذا يمكن أن تكون هناك رحيانا في النهاية من المستقبل كما يتحدثون ونصف أكثر بلاد من قبل أن تكون لديك الجميع ومعرفة أشياء في الأجل ومعرفة أن القناة يتصرون لا يمكن أن تكون هكذا لذلك لا تجد من أحوالي 8 حول الأسفل و لكن لدينا فيديو منذ أن تكون نحن فيديو و قد تكون نحن فيديو فيديونا بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدين وصلتني فيديوهات مصربة من داخل سجون الترحيل هذه هي نحن نحن نقر منذذ نحن نحن نقر منذ فديوهات و أصبحتنا يمكن أن يكون مجرم مجرم حسبي الله منعم الوكيل ركزوا على الفيديو خاني الأفاضل شوفوا الناس شلون مساكين يعني اللي يقول لك والله يا أخي ما نضربه بعد ان نضرب الناس شلون مساكين هناك أهان كثيرة من it هناك أهان كثير من أنك تضع 200 شخص في غرف ستة في سبعة ولا خمسة في عشرة حسبي الله نعم الوكيل هذا نموذج فقط هذا نموذج للإجرام لهذا الإنسان اللي يدعي الإنسانية الإنسان اللي للأسف حسبي الله نعم الوكيل السؤال اللي أنا بسألكم يا عزيزي المشاهدين إذا كان هذا السجن للمرحلين يعني إنسان مرحل ما مسوي شيء يعني أستحلفكم بالله السجون اللي فيه التعذيب كيف شكلها واحد فيكم يجاوبني كيف شكل سجون التعذيب إذا إحنا الناس اللي مبعدين ومرحلين امنوا مينهم والله والله إن الغنم والحيوانات إنه ما يسوو فيهم الناس جديد هكذا تعامل إخواني إنسان إنسان يستطيع التعذيب إنسان يستطيع التعذيب إنسان يستطيع التعذيب إنسان يستطيع التعذيب إنهم نتعصف اي انسان ان تذل فوالله حسابك عسير 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 عند الله سبحانه وتعالى هذه يعني انا اتوقع والله عديت الاخواني الافاضل الناس اللي نايمين هذو المساكين نايمين عددهم لا يقل عن 150 شخص 150 شخص حاطهم في غرفة لا تتعدى تقريبا 10 في 6 ولا 10 في 7 ولا ما ادلي كم مقاسي يا اخي ما تخاف الله سبحانه وتعالى ما عندك احساس ما عندكم رحمة ما تخافون الله سبحانه وتعالى وتيون تتهمون قطر وتتهمون الدول الثانية وتتبلون على الناس والله هذول كلهم يوم القيامة راح يشتكون عليك عند الله سبحانه وتعالى وانت اصلا لا تخاف الله ولا همك يوم قيامة ولا همك حساب ولا عذاب ولا اي حاجة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وين الرحمة والله انا مر صدق مرقدهم على الارض لا في سرير لا في تباعد لا خايفين من كورونا ولا همتكم كورونا ولا همتكم كان في هذا الأمر يمكن أن يعملون عن كورونا وتعالى ونعبز وجدهم عن الحقيقة يمكن أن يكملون عن المواجد من كورونا ولا همتكم لأن الكفار رسمي هذا على الصندوق ويسرى أنهم تظهرون في تفصغير في الفاء تظهرون لذلك فسنت تنطبق إضافة فذلك فرم نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه أبي مدعي بك في الشاي أفضل لكي يؤمنون يقولون كثيرا في كاتب خلوقك هسون الخلوق فهو أسعدهم لإحساب لكنه الأبيض منه نحن بإمكانهم بإمكانهم بهجل dهم بدون شخص إنسان الخلوق فقط أحمد ما يقولون فما يقولون بأسفل ما في محمد صلى الله عليه وسلم وانه يبدو أن منهم يرامنا أن النساء الذين تكون لها التي يتعينها بسبب عدةчها ارتديها أن تتملك الحمار يشيء على؟ ثم يتعين ولم يسيطيت على معالة هنالك ذات يكون ومن مرة داخل الملكة نصببت تكون حدثة تحصيل بارد من الموقع نحن نصبب عدد من المدينة تكون قراء في حال داخل الميار بشترك الملكة إنه لا يتساعد نفسك بالأحوال لا يمكنني التعامل في هذا ليس هناك مرة ما يعفزنا ينتهي平اً يتساعدنا من الأحوال وهذا المتابعة لا يمكننا الإجهاء المتابعة فيما يصدر أن يضع 150 خارف امركدهم على الأرض لا يوجد سرير لا يوجد تباعد لا خايفين من كورونا ولا همتكم كورونا ولا همتكم أمراض 150 شخص والله لو زريبة غنم لو إنسان عنده زريبة غنم عشرة في عشرة ما يحط فيها 150 خروف وشوفوا هالصورة الثانية من نفس العنبر من نفس المكان هذا الشخص مسكين قاعد يصلي شفتوا هذي الأشياء في الفيديوهات هناك ماركة يزال من ملكتنا مثل في فضيلة الثانية المكان ستفعلنا فلسل لي أن يشغروا قد تعمل الحروب سبحان الله في الفيديوهات ولدست الفيديوهات وظاق جدا لتعمل الحروب نظر أن يشغروا قد تعمل الحروب فلسل لي أن نحصل على شعري لا يؤكدون أن هناك أولوان من ملكتنا لكن يوجد من ملكتنا إن شاء الله. يقاحت يصلي. شوفوا الناس اللي حواليه. حتى مكان للصلاة ما سامح للناس. هذا الشخص مسكين يصلي. يعني إذا سجد رأسه راح يعني يلزك في رأس الشخص اللي راقت جدامه. والله قمة الحقارة قمة الأجرام. لما تملك الملكات سنقريبة تعمل على تدرارب وتدرارب ومتنجتهم يتملتهم. أعلمه. وفي أسلاطنا الأفضل خطأ سنقريبة. سبحان الله. إن أخطأ السبعة تمره ترغب. ويقول الله سبحانه وتعالى ويمكنهم يتعلمون ووهتم إشارة المساكلة ومعلكهم يتعلمون. والله معناتها. ويقول الله. أخبره. أخبركمكم في هذا الفيديو و ما هذا الشرح تمثل المسلمين في الناس لا يحسن الناس و أن يدخل المسلمين و أن يبتون المسلمين أنه يكون من الشرح يتحدث التعليم very well قرام ذلك كل من يعد ذلك يتم هي تسبب التعليمين أن ينسى الناس لا يشعر التعليمين و أن يشعر الناس وأن يجب ان يغلق المسلمين كل كل ذلك على السرح على سنة مسجلس و شعبارنات و نعد مني تغيير و يستشعروا الناس نقونا نجمه بطاف الأشخاص الرجال نحن نحن نشعرون ما بشكل مستح OoP و نحن نعلم المسلم نحن نعلم بشكل مستحر او نحن نشعرون بشكل مستحر فئر الدكافر لجب كل المسلمية لأسيان الملاقبة رحل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجموها ترجمة نانسي قنقر